أحسن تحديد لسنة 2024 تحديد ولف الأحلام تحديد روعة تحديد عظمة تحديد غادي يخلي زيادة المشاهدات على القناة بالآلاف وبالملايين وهذا التحديد أصدقاء إشحاله وإحنا كانت سنوه وقدرنا عليه بأنه في سنة 2024 غادي يكون جاهز هذا التحديد التحديد العظمة وصل 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 شنوه التحديد الأصدقاء وشنوه المفاد منه وكيفاش غادي نستفد منه سواء القنوات مفاعلة أو غير مفاعلة أو المبتدئة أو القنوات الكبيرة مهم دينوا لايك للفيديو كملوا الفيديو إلى النهاية إليك تياه المرة كتشاهد قناة خالدوتيب اشترك في القناة السلام عليكم أصدقائي الأعزاء لو في متابهي قناة خالدوتيب مرحبا لكم على الفيديو جديد كتفتكمكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة أولا نعواش لكم بروكا وعيد مبارك سعيد على جميع المتابعين وعلى جميع المسلمين وجميع متابعين القناة ديلي بالخصوص في جميع أنهاء العالم وأدم الله الأفراحة والمسارات على جميع المسلمين أه تحديث صراحة يعني شحلو حنا كانت سنوية هذه التحديثات الأصدقاء في الأواخر دي السنة 2023 يعني اليوتيوب قال بأنه غد يكون واحد التحديث صراحة الروعة تحديث رائع غادي نستفدو منه بشكل كبير يعني كيفية غادي نستفدو منه وما شيء غادي تستفدو منه أنت ولا أنا ولا غادي يستفدو منه جميع القنوات استفادة تامة لتخلي أن القنوات ديالنا يتزاد عليها المشاهدات ويتزاد عليها المشتركين طريقة رائعة اللي غادي تساعدك باش أنك الفيديوهات ديالك إن شاء الله رحمه 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 يتزاد عليها المشاهدات خصوصا ومؤخرا رجعت قلة المشاهدات يعاني منها العديد من أصحاب القنوات شنوه التحديث أصدقاء هذا التحديث كما قلت لكم أشرنا إليه يعني عنده علاقة بالصور المصغرة يعني واحد الميزة جديدة ضافت لنا ولكن خاصك تعرف كما قلت تستغلها وتعرف تستعملها وعندها شروط مشي أي واحد غادي يستعملها وأي واحد غادي يستغلها لأن شحل موحد يقدر يدخل دابا وما يلقاش هاد الميزة متحة عنده باش أصدقاء ما ما تدوخوش وشحل موحد غادي يكتروا عليه الأسئلة فراسوش نوات تحديث وكيفاش وكيفاش غادي ندوزو مباشرة للشرح العملي غادي نشرع لكم أصدقاء على قناة عندي تجريبية غادي نوريكم كذلك الشرح التام في القناة الرسمية ديالي غادي نمشيو أصدقاء للستوديو يوتوب مهم غادي نكليكيو على استوديو يوتوب باش ندخلو للقناة غادي نشيو لآخر فيديو متلا أرفعنا للقناة باش نوريكم هذا التحديد واشنا هي الفائدة ديالو صراحة فائدة عظيمة غادي نمشيو فيديو سواء كان مرفوع على القناة سواء عاد غادي نرفعوا فيديو للقناة يعني خاصك من يجيو يترفع فيديو للقناة خاصك تدير هاد الميزة مثلا خانشوفوا هاد الفيديو غادي نكليكيو على إحصائيات جاله الفيديو أو للتعديل هنكليكيو على التعديل يعني هنا الوصف العنوان غادي نشيو أصدقاء للصور المسغرة كيف يمكنك لكم هاد التحديد عنده علاقة بالصور المسغرة عدنا واحد لدد النقاط هن وعدنا هنا يا كين هنا وتزادت لنا واحد للميزة جديدة للاسم دياله اختبار ومقارنة هادي عد زادت يعني عدد اليومين عد زادت وبالزاف نوع غادي دخلوه غادي لقاهوا وما غادي شي عارفوها واش نوع الفائدة دياله ولكن عنده فائدة عظيمة من غادي نكليكيو ليه على هدا الشكل غادي لقاه هنا يا صورة اللي خدمت اهنا وعندي هنا زائد يعني صورة تانية وعندي زائد هنا صورة تانية وعندي هنا تم هناك يقول لك حمل ما يصير الى ثلاثة صور لمعرفة تلك التي يفضل المشاهدون شنو المعنى ديالتي يا زيقا يعني انا من غادي نجي ندير فيديو ما غاديش ندير غادي صورة مصغرة واحدة لان اليوتيوب كيعطيك انك تختار ثلاثة كيختارها من الكوة تلقائيا من الفيديو وكينوحدة كتدير انت صورة مصغرة مخصصة ولكن في هذا التحديد الجديد زاد لندبة غادي نبقى ونديرو ثلاثة صور يعني انا مني غادي نجي نحط فيديو ما غاديش نصيب له غاية صورة مصغرة واحدة غادي نصيب له ثلاثة يعني غادي نضيفه حده هنا ونضيفه حده هنا ولكن شنو الفائدة من هاد الصور يعني يوتيوب شنو غاديدير غاديبقى مثلاً واحد المشاهدة يخترح له هذه الصورة واحد المشاهد هذه الصورة واحد المشاهد هذه الصورة وبناء على الاختيار سيختار الصورة الفائزة وهي اللي ستقترح بشكل كبير يعني من خلال هذه الصورة الأصدقاء اللي سنختاره اليوتيوب سيبقى يختار لنا ويعطينا صورة للناس عشباتهم واللي يكليكوا عليها سنعطيكم أصدقاء المثال على فيديو نزلته الأمس على القناة جالي وبالزاف نشاهده ها هو الفيديو أصدقاء وليش تقبل ما نحاولو نوضعه لكم بالفعل شنو كاين هانتم ما كنتشوفو غيف الصورة ديالفيديو عندي هنا ثلاثة صور غادي ندخلو كذلك كما دخلنا الفيديو الآخر باش نوضعه لكم مع أكتر أصدقاء باش تفهمو لأن ها التحديث عفوا هاد التحديث إلا ما فهمتيش ما غاديش تعرف كيفاش تستغل هاد التحديث عدنا هنا يا اختبار هنكليكيو على هالثلاثة نوقات عدنا هنا يا عرض تقرير الاختيبار يعني اليوتيوب باقي كيدير هاد الاختيبار هادي كليكيو لي كما كتشاهدو هاد الفيديو اللي نزلت الامس عندي نزلت فيه ثلاثة صور يعني وريدكم في القناة الجريبية الأخرى كيفاش نضيفه يعني كليكيو لديك الزائد وكليكيو لزائد كنضيفه صورة من يعني كنكونوا موجين ثلاثة صور كنكليكيو لزائد كتختار لنا الصورة كنكليكيو لزائد كنديرو تم صافي كنت سننوا من بعد الصور كيوليونه على هاد الشكل هذا الفيديو من الأمس ماذا يدخل في يوتيوب؟ مره يدخل مشاهد مثلا او لا يظهر ماذا يبحث على الفيديو او لا في الصفحة الرئيسية مره يبيين هذه الصورة المصغرة مره يبيين هذه مره يبيين هذه تجمع البيانات وبناء على هذه البيانات أعطينا واحد التحليل المبدئي هذا الصورة المصغرة يعني 29% نسبة الضغط عليها وهذه الصورة 35.7 وهذه الصورة 35.3 بناء على تحليلات المبدئية الأولية يعني هذه الصورة هي اللي ستكون الفائزة واليوتيوب كيف يدير من بعد يأتي لك هذه الصورة الفائزة وهذه اللي ستقطل على الناس يعني بدل ما اليوتيوب مثلا انا قدرت صورة ومعطيتش مزيان جابت واحد نسبة قليلة لدي الكليك عليها يعني هكذا تضيع لي المشاهدات بسبب الصور المصغرة ولكنني كنضيع ثلاثة صور المصغرة الفيديو ديالي يكون عنده استفادة كبيرة بشأن وحدة من هات الصور المصغرة غدا تنجح بشأن الفيديو يتشاف مزيان ولكن هاد التحديث عنده شروط وعنده يعني أساسيات يعني مدة تشغيل الاختبار ما هالمدة يعني كيعطيك الإحصائيات ببعض 24 ساعة ولكن الوقت المتبقي راه 14 يوم بشأن يعطيك الإحصائيات النهائية ولكن بناء على يعني كما كان قولو الإحصائيات الأولية هات الصورة هي اللي عليها الصورة التنية هي اللي عليها كليك كثير يمكن لي مثلا ندير إيقاف الإختبار ونخلي هات الصورة أو لا نخلي اليوتيوب يختار ما بين هات ثلاثة وفي الأخير غادي اختار لي الصورة المناسبة هو يعني أصدقاء هذا التحديد رائع وغادي ساعدك باش جيب المشاهدات اللي ما غاديش توقحها على القناة ديالك لماذا؟ لأن الصورة المصغرة عندها دور كبير بزاف باش أن الفيديو جيلك يتشاف وهات شي مشي هناك هنقوله هات ثم غادي نكليكيو هناك كيف يتم اختيار الصور المصغرة الفائزة مهم غادي نعطيه نبدأ أولا وغادي نشعره لكم كل شي كي يقول لك تحقق الصورة المصغرة الفائزة أعلى نسبة من وقت مشاهدة للفيديو أو للفيديو لماذا تستخدم نسبة وقت مشاهدة؟ لا تحط الصورة المصغرة الرائعة على المستخدمين على النقر على الفيديو فحسب بل تساعدهم أيضا فهم موضوع الفيديو ليتخذوا قرارات مدروسة بشأن ما يريدونه ما يريدون مشاهدة يعني بناءًا للصورة المصغرة هاتك المشاهد كي ياخدوا واحد فكرة في الدماغ دياله وشنو كين في الفيديو وشنو بغي شاهد؟ عند اختيار الصورة المصغرة استناداً إلى نسبة وقت مشاهدة تكون الصورة الفائزة هي تلك التي تحط المشاهدين على النقر على الفيديو والاستمرار في مشاهدته بالكناة وراية أنظمات مهم نديروا مزيد من المعلومات باش أنا نوضحوكم أصدقاء لأن الأمر مهم هذا التحديد أنا والله لا أعجبني شخصياً ويلا استعملته البارح أول يعني ما استعمل مظهر استعملته هناك يقول لك يمكنك مقارنة أداء ما يصل إلى ثلاثة صور مصغرة للفيديو للحصول على إحصاءات تساعدك في وضع استراتيجية المحتوى في قناتك يجب أن تكون الصور المصغرة متوافقة مع إرشادة المنتدى أولا نخصة تكون متوافقة مع إرشادة المنتدى غير مخالفة مثلاً صور مصغرة مزيفة هذا الأمر نحصوش يكون متطلبات الأهلية الشروط يعني باش تكون هاد تستفيد من هذه الميزة ماذا نخصة تتوفر في القناة ديالك تتوفر هذه الميزة حالياً لعدد محدود من الصور المحتوى ماشي جميع الناس سيجلقاها عدم وستكون متاحة لجميع صور المحتوى في الأشهر مقبلة تعرف على المزيد حول تجاريب الميزات مهم تتوفر هذه الميزة حالياً على الكمبيوتر فقط يعني خاصتك تدخل القناة دي خاصتك تدخل القناة دي خاصتك تدخل يعني لا الهاتف من جوجل كروم وغدا تفعل في المستقبل طوال اليوتيوب سيقضي كذلك أو لا أول شرط يجب تفعيل الميزات المتقدمة كيتتأهل لاستخدام الميزات الأختبار والمقارنة يعني خاصتك القناة ديالك بتكون مفعلة فيها الميزات المتقدمة يعني يمكنك اختبار الصور المتغرة في الفيديوهات الطاويلة العرانية أو فيديوهات البلrés المباشر السابقة المحفوظة كفيديوهات أو حلقة البودكاست لا يمكن اختبار الصور المتغرة في فيديوهات المصنفة لأنها مخصة لأطفال أو الموجهة لمشاهدين البالغين يعني الفيديوهات المخصصة لأطفال لا يمكنه يعني اختبار الصور المثغرة فيها واللي موجهة البالغين يعني هنا هالشكل كيفاش كتكون يعني هالصورة اللولة هالتانية كيفاش كتعطي وهنايا يعني كيقول لك اليوتيوب من بعد ما تختاروا الصورة تقرير اختبارك تيجي كيقول لك مثلا هذي هذي هي خمسين في المية هذي عشر في المية ربعين في المية كيكتب لك هنا الصورة المثغرة الفائزة قد يستغرقوا ظهور نتائج نهاية للصورة الفائزة بين بضعة ايام واسبوعين يعني مهمة اصيقاء هذي التحديث رائع واعر اي كلمة بغيتوا تقولوه واعر غادي تستفدو منه لان الصورة المثغرة اهم حاجة هي اللي كتخلي الناس يشاهدوا الفيديو ديالنا هي اللي كتخلي الناس يكليكيوا للفيديو ديالنا هي اللي كتخلي الناس يتبعوا الفيديو بناءا على الصورة المثغرة ديالو اليوتيوب الزاد بدل من ديروا صورة مسغرة واحدة غادي رجعوا ثلاثة صور مسغرة وفي الاخير غادي اختار لك الصورة المسغرة الجيدة هي اللي غادي تكون فائزة وهي اللي غادي بقاوش يهدوها الناس كما اصدقاء كانتمنى هالتحديث يعجبكم وتانتمنى هالتحديث تستفدو منه ان شاء الله رحمة الرحيم باش تطوروا القناوات ادياكم شكرا لمن تابعنا الى نهاية الفيديو شكرا لمن وضع لايك للفيديو شكرا لمن كتبت عليك وحفز والسلام عليكم ونرتقي في فيديو قادم ان شاء الله